استعرض اجتماع برئيس الوزراء بالعاصمة عدن معين عبد الملك عددا من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيش للمواطنين ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدو الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشانها وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حاطع إلى الأعضاء المجلس حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية ومنها العسكرية موجهنا الوزراء والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات والتوجهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة ولفت رئيس الوزراء إلى نتائج مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2023 مشددا على ضرورة مواصلة التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية وتمكن الدولة من كافة الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية وتطرق رئيس الوزراء إلى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني والدفع بجهود الحل السياسي مع استمرار تعنت الميليشية الحوثية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات وأكد مجلس الوزراء موقف الحكومة بأن يشكل التقارب السعودي الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون الدول المنطقة والكف عن دورها الدخريبي في اليمن واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك وأقر بدء الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحا وينتهي الساعة الثالثة عصرا وإجازة لوحدات الخدمة العامة التي لا تتناسب مع هذه التوقيت مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة على أن لا تقل ساعة الدوام عن خمس ساعات ووجه المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات التفتيش خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بموعيدها الدوام وتقديم التقارير اللازمة إلى المجلس بشأن ذلك واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الزراعة والثروة السمكية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزراء لضبط والتنظيم تسويق المنتجات السمكية ووجه السلطات المحلية بالتعاون وتنفيذ إجراءات وزارة الزراعة والثروة السمكية لضبط وتنظيم وتسويق المنتجات السمكية محليا وضمان توفير الكميات الكافية للاستهلاك المحلي ترجمة نانسي قنقر